أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعوضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دوليا وذلك من خلال إقامة مجمع صناعي متكامل لتقديم تلك الخدمة النبيلة إلى كل إنسان في حاجة إليها كما وجه الرئيس السيسي خلال استقباله رئيس وحدة الوسائل التكنولوجية المساعدة والأجهزة الطبية بمنظمة الصحة العالمية ورئيس الجمعية العالمية للأطراف الصناعية وتقويم العظام وممثل منظمة الصحة العالمية في مصر بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين وجه بالأخذ في الاعتبار إمكانية تطوير المجمع الصناعي للأجهزة التعوضية ليصبح مركزا إقليميا لتقديم تلك الرسالة الإنسانية لكل دول المنطقة أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أنه لا خطط نهائية حتى الآن لتسليم أوكرانيا صواريخ باتريوت مشيرا إلى استمرار التشاور مع الحلفاء في هذا الصدد وأوضحت الوزارة أن شحنة صواريخ باتريوت ربما تصل إلى الأراضي الأوكرانية عن طريق دولة ثالثة لم يسمها لافتا إلى أن نشر نظام الباتريوت في أوكرانيا سيغير من قواعد اللعبة مع روسيا قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن القوات الروسية اختبرت طرقا جديدة لاستخدام الصواريخ والقوات والمدفعية في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وأوضح شويجو أنه خلال العملية العسكرية الخاصة تم اختبار طرق جديدة لاستخدامها القتالية مشير إلى أن الأمر يتعلق باستخدام أنظمة الاستطلاع والهجوم التي تتضمن طائرات مسيرة وعينات متطورة وحديثة من الأسلحة زار الرئيس الفرنسي إمانويل ماكران مقر إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا حيث أكد أن التعاون بين الولايات المتحدة وفرنسا ضرورية لمواجهة وجود دول مارقة في الفضاء وقال ماكران أن الفضاء يمثل مكانا جديدا للصراع وأنه من المهم لفرنسا والولايات المتحدة العمل معا على وضع القواعد والأعرف لأنهما يشتركان في الالتزام بالعلوم والقيام الديمقراطية انتخب ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفرز عزيم إزعيما لهم ليصبح أول أمريكي من ذوي البشرة الصمراء يتولى مثل هذا المنصب الرفيع في الكونغرز ويمثل انتخاب الديمقراطيين لجيفرز صعودا لجيل أصغر سنا من القادة في مجلس النواب الأمريكية وسيتولى جيفرز دعامة الديمقراطيين في مجلس النواب بالكونغرز الذي ينعقد في الثالث من يناير المقبل كشفت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو الحسن الهاشمي القراشي قتل في منتصف أكتوبر الماضي وقال المتحدث باسم القيادة المركزية سانت كوم في بيان إن مقتل زعيم داعش الإرهابي يمثل ضربة أخرى قوية للتنظيم الإرهابي الذي أكد أنه لا يزال يشكل خطرا على المنطقة انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل